اسمعوا هذا كلها كلها مضطرة أو راغبة أن تقيم علاقات مع دولة إسرائيل بعد أن هذا الذي بكى بمرارة على موت بيريز الإرهابي بيريز كانوا الإنجليز وضعينه في الأربعينات كانوا وضعين هذا الإرهابي بيريز كانوا وضعينه في قوائم الإرهاب الإنجليز اللي كانوا محتلين فلسطيني عمها وكانت ما زالت تسمى فلسطين قبل أن تقسم ومع ذلك الكائن الإسرائيلي لم يقبل حتى التقسيم وراح يأخذ حوالي 80% من فلسطين التاريخية وال20% منها 2% غزة محاصرة و18% مقطعة تقطيعاً رهيباً من قطعان المستوطنين وجعلوا هذا الميليشياوي عباس منذ 30 سنة طبعاً هذا الكلام ليس جديد هو يقول هذا الكلام منذ 30 عام أموالنا تذهب لهذا الميليشياوي لهذا العميل الخائن لإسرائيل ويقولون لنا ويقولون لمن يشتري الاستغفال والاستهبال والاستغباء يقول نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة نحن مع الشعب الفلسطيني لكن هذا ميليشيا لإسرائيل وراكم تسمعوها ويقولها علناً يقدر واحد يقول لك طيب هو قال هذا الكلام وإحنا أعطينا له هذا الملايين مئات ملايين دولارات اللي كل مرة نعطوه له كل مرة مئة مليون دولار وإلى آخر يخلاف اللي في السر ما كانواش عارفين لا هذا الكلام في 2017 وقالوا في الفين وخمسة وفي الفين وخمسة وفي الخمسة وتسعين منذ ثلاثة وتسعين منذ ما يسمى اتفاق وصله اللي كان هو يقوله مهندس اتفاق وصله يعني ميليشياوي خاضع خائن يعني تخيلوا أنه الجزائر يحكمها مثلا حركي من الحركة ويأتي البلدان يأتي بلد من الخارج يعطي له دراهم ويقول كان عام الشعب الجزائري هذا واش را يدير العصابة في خضية فلسطين في حين الشعب الجزائري مجوع كثيرين لا يجدون ما يأكلون حتى ولا أين ينامون ولا لا يشتغلون ولا إلى آخره ويقول لك راحنا مع فلسطين ومع ضد التطبيع وفيه واحد مطبع أكثر من هذا فيه واحد مطبع أكثر من هذا هذا مش مطبع هذا رئيس ميليشيا في خدمة الكائل الإسرائيلي نتنياهو قبل ثلاثة أسبوع قالها قال نحن نحمي حباس والسلطة الفلسطينية لأنهم في خدمتنا راهم في خدمتنا إنهم يخدموننا هاي أموال الشعب الجزائري وينتروحهم بعد يقولوا له راح يراحت للفلسطينيين والفلسطين وهناك من يشتري هذا الاستهبال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر